اشتركوا في القناة وعلى أعضاء اللجنة فنريد على ما سنذكر الآن في الحلية أن الطالب عند الكتابة إذا أراد أن يكتب في الدرس لابد له من شرط وأدب الشرط أنه يكتب يعني إذا سمع من الشيخ يكتب أن هذا الذي كتب هو من السماع لدرس الشيخ هذا الشرط لأنه قد يتكلم المحاضر بكلام وأحيانا يعني قد يخطئ أو يقدم أو يؤخر أو يحذف شيء لأنه يترجل الكلام فلابد للطالب أن يكتب أن هذا من سماع الشيخ وهناك كانت مجالس عند العلماء مجالس للإملاء فكتب في هذا يعني يقول هذا من مجلس الإملاء للشيخ كذا وكذا الثاني الأدب طالب العلم لا بد أن يستأذن إذا أراد الكتابة في الدرس من الشيخ فإن أذن له الشيخ كتب وإلا فلا والشيخ بن عزيمير رحمه الله تعالى كان يمنع الطلاب من الكتابة في الدرس لأن الكتابة في الدرس تجعل الطالب ينشغل أحيانا عن بعض الأمور وكذا فكان الشيخ بن عزيمير رحمه الله تعالى يعني ينهى الطلاب عن الكتابة في الدرس يقول استمعوا للدرس وبعد الدرس يعني تستمعوا للشريط أو تتذاكر وتكتب الفوائد لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينصح أن الطالب يكون لديه مذكرة صغيرة بالشيخ يكتب فيها الفوائد فبعد الدرس تبدأ وتكتب أما وقت الدرس لا كتابة فنريد نتفق على هذا أيضا أن لا نكتب ولو اعتاد الطالب على هذه الطريقة أنه لا يكتب بإذن الله يعني تجدوا أنه بعد فترة يستطيع أن يتذكر من الدرس إلى 60% بإذن الله تعالى فلا كتابة في الدرس ولا يعني يكون يشغال بشيء ونحن إن شاء الله تعالى يعني نهاية كل درس نراجع ما أخذنا ثم بعد هذا يكون اختبار تحريري إن شاء الله تعالى نعم بات الوشاح تغنت وانتنى الطربا وأشغلتك برحب يشتك التعبا فبت تشرب من كأس الهوى جدلا حتى سكرت فجزت النجم والشوبا بسكرة العشق لم تبرح تغوص بها فأسلمتك بوادي الخزي مقلبا لم تعشق المجد لم تكلف بطلبته ولو فعلت لحزت العز والحسبا والعلم أتمن شيء أن تحامله لو كنت تنصف فاقد در والذهبا وهذه حلية قد جئت أنظمها قد سقتها بلطيف القول محتسبا في ثوب منتظم عن خير منتثر مما تتبعه الشيخ الذي نجباه فأصلا أنت أدب الطالب في نفسه بدأ المؤلك رحمة الله تعالى بالكلام عن فضل العلم وفضل العلم يعني معروف عنده الكثير وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزود من شيء إلا من العلم قال الله تعالى وقل رب زدني علم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم لم تكن الآية درجة بل درجة فضل العالم العابد وآيات وحديث كثيرة فذلك يعني ما ورد من أخوال الأئمة كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى نسؤل قيل يا أبا عبد الله كنيت الإمام مالك قال قيل يا أبا عبد الله رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبق معه من الوقت اللي قريب ماذا يصنع يصنع أو يصوم مثلا أو كذا فقال رحمه الله تعالى قال يطلب العلم وإن لم يعمل به يطلب العلم وإن لم يعمل به وقال الشافع رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من صلاة الناف هل معنى هذا كلام من الإمام الشافع رحمه الله تعالى هل معنى أنه يرى طالب العلم يترك صلاة الناف لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل وكذا فطلب العلم فطلب العلم متعدد والصلاة أي صلاة النافذة قاصر علي والمتعدد أولى من القاصر لكن الطالب لابد أن يسمع كما سيأتي معنا أن العلم عبادة والعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال طلب العلم لا يعدنوا شيء لمن صلحت أو خلصت نيته على ما سيأتي معنا في أول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العلم عبادة والعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأصول هو الإخلاص فاجتهدا وجرد القلب للمولاتنا الإربا وعالد النفس واحملها وإن كرهت وبذل نيل مقامات العلا سببا نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أن العلم عبادة والعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الأداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم هي ستة فلابد أن طالب العلم يعرف كقوق ستة ويعديها أبنا طالب العلم الأول حق طالب العلم في نفسه والثاني حق طالب العلم مع زميله ومع شيخه ومع المكان ومع الكتاب ومع العلم هذا الذي قد قامت الحج عليه به فإذن الحقوق ستة على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نفسه ومع زميله ومع شيخه ومع المكان ومع الكتاب ومع العلم وبدأ بالحقوق التي لابد أن يعرفها طالب العلم والتي يؤديها أولا لنفسه يخلص لله سبحانه وتعالى والإخلاص أمر عزيز وقال ما جهدت نفسي على شيء مجهدت على الإخلاص فلابد من الإخلاص لأن العلم عباده وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوفاق فلابد أن طالب العلم يعرف أن أصل الأصول هو الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى لا قبل أي عمل إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والعلم عباده نعم لازم مراقبة لازم مراقبة المولى وخشيته وارجع لربك لازم مراقبة المولى وخشيته وارجع لربك واستعصم به هربا بل خشية الله أصل العلم قد أخرت هذه المقولة عن من أحرز الرتبا أعني بن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء ونجم الشيخ ما غربا واخذ جناحك وانبذ كل داعية للكبرياء وألزم نفسك الأدب نعم أنه يبتعد عن التكبر والترفع عن الناس وألزم نفسك الأدب أن تتحلى بأداب طالب العلم والحلم والصبر مع حسن الوقار وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا الله علم هذا أمر واضح الحلم والصبر وغير هذه من الأمور التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم والتحذر العجب من أدنى دقائقه حتى من المشي أن ترمي به طربا نعم العجب أن الإنسان قد يقتر بنفسه كما يعني وهو حال بعض الناس هدان الله إياه يعني يتعلم شيء من العلم ثم يترفع على الناس وغير هذا على ما سيأتي معه إن شاء الله تعالى كذلك يقول حتى في المشي نلابد أن يظهر أثر العلم على طالب العلم حتى في المشي نعم ولتحبس النفس عن حب الظهور فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعبا والزهد فلزمه فالزهد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصبا واترك مطاردة الدينار وعدبا ممن يتابع ما يرديه وعدبا نعم أقول طالب العلم يكون زاهد والله سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترجزينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إذا طالب العلم لم يزهد في الدنيا من يزهد إن شاء الله تعالى هل يزهد العوام؟ لا يمكن ثم تنظر الآن في حال السلف حال العلماء كما يعني في عهد قريب مثلا الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى في أول دراسته وعندما كان في زمن لا يوجد فيه مثل ما يوجد اليوم من الفتن وغيره كان الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى مشتغل بالعيد في صغر وكان من مع الشيخ في القصيف من الأولاد كانوا يلعبوا ويلهوا كذا ويظنوا أن هذا هو النفع وهو الخير وهم لا يدرون بساكين الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى كان يمر بهؤلاء الأولاد الأولاد يلعبوا الكرة يقول تعالى محمد يلعب معنا والشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى يضع الكتاب على صدره ويقول إن شاء الله إن شاء الله آتي ويذهب إلى درس بن عظيمة بن سعدي رحمه الله تعالى أنت لا تظن أن الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى وصل إلى ما وصل إليه هكذا بالنوم والكسر لا أولا بالإخلاص وثانيا بالجد والاجتهاد والزهد هناك من عاصر الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى من الطفولة حتى الكبر وقال كنا في الصغر نلعب وننادو الشيخ يلعب معنا وكان يأبى الشيخ يقول الآن كبرنا وكبر الشيخ الشيخ حصل له يقول ما يعني يتطلع عليه كثير من الناس من الزوجة والولد والمال وحصل له الجاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها أيضا في الآخر كما أعطاه في الدنيا ولكن يقول نحن يعني في أول الأمر لعبنا وكذا والآن لم يحصل لنا شيء فلو تنظر الآن في حال طالب العلم وحال العامي تجد العام يكتح في هذه الدنيا وكذا وتجد طالب العلم في المساجد في المدارس في الحج في العمر وكذا يعني أمور كلها في خير ومع الله سبحانه وتعالى ومقبل إلى الله والله لا يمكن يضيع الله فإذا طالب علم لم يزهد في هذه الدنيا من الذي يزهد إن شاء الله تعالى ثم لا يمكن أن يكون حديث طلاب العلم أيضا في هذا يعني تجد بعض الطلاب هدان الله إياهم يعني يتكلن في هذا في المجالس وهذه الأمور لا يمكن تريد بطلاب العلم أنه يتكلن مثلا عن أحدث السيارات أو اللباس أو يعني مثلا أجهزة الجوال غير هذه نعم واترك مطاربة الدينار وعجبا ممن يتابع ما يرضيه وعجبا نعم وقد قال عليه الصلاة والسلام تعسى عبد الدنار تعسى عبد الدرهم تعسى وانتكس وإذا شيك فلانتكس دع عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسى وانقلاب الأحوال وكان الجزاء نسى الله السلام العافع من جنس العمل وفي هذا الحديث أسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى قسمه قسم يريد الدنيا وهو كالعابد للدرهم والدنار والخميصة والخميل وتنقلب عليه الأحوال ولم يلا المقصود بل لا يستطيع أن يدفع النفس أدنى أذية وهي الشوكة أما الآخر له طوبة أي من الطيبات أو أنه سجرة في الجنس خرج بنفسه وبماله في أعلى ما يكون مشقة وأدى كل ما طلب منه إن كان في الحراسة كان في الحراسة لا يبالي حال بعض الطلاف إذن الله إياه يعني يريد المناصر يتقرب إلى بعض المشايخ وكذا ويتملق إليهم يعني غرضه فقط أنه يتعرف على الشيخ يقول الشيخ يعرفني ويعني أتصل عليه وكان عندي البارحة في البيت وكذا وحال بعض الطلاب غرضوا إرضاء الله سبحانه وتعالى جاء أشعث أخبر قال ولا يدخل على ذوي السلطة وإذا دخل على ذوي السلطة يريد نفع الناس فهذا الذي يعني ينتفع بعلم العالم أما الذي يتملق إلى العلماء ويحب أن يكون يعني فقط أنه معهم دون أن يأخذ العلم عنهم هذا لا يمكن أن ينتجه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكن على سنت أهل العلم مهتديا بهديهم وترك التضييع واللعباء نعم ضياع الأوقات حدث عنه ولا حرف طالب العلم لا بد أن يهتم بوقتي ويعرف أن يعني أنفع لو قاتبوا هذا الوقت ووقت الشباب وعلى ما ذكرنا من هؤلاء العلماء يعني لا يعرف اللعب أصلاً يقال أن سعدي رحمه الله كلا يعرف إلا المسجد والمزرعة المزرعة للعمل والمسجد للعلم وللعباد فهؤلاء ما عرفوا هذه الأمور كلها أنت تظن أن يعني الشيخ بن باج الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني أو بن سعدي أو محمد بن عبد الوهاب أو هؤلاء الأئمة يعني كانوا يعرفوا اللعب لا والله لا يعرفوا اللعب أصنع بل بن سعد رحمه الله تعالى أعطى للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تفاحة أخذها الشيخ للبيت ثم رجع بها إلى بن سعد قال ماذا أصنع بها هذا ماذا يصنع عنه تطبخ أو تؤكل أو كذا لا يعرف هذه الأمور أصنع لم تطرأ له يوم على بع يقال أن زي ما رحمه الله تعالى كان إذا نزل إلى السوق لا يبالي اشترى بعشر أو بخمس همه العلم ولا يعني يضيع الأوقات في المكاسرة ويقول لا تعطيني هذه بكذا وهذه بكذا يشتري أي شيء يقول له البقاء لأدفع المال لأنه شغل الشاغ هو العلم نعم لا تدمنن مزاحا فهو منقسة فكم من الشر والأحزان قد جلبا من يكثر الشيء يجعل من خصائسه بئس الذي لخصال السخ قد نسبا نعم لا تكثرن من المزاح وقال من أكثر من شيء عرف به من أكثر من طلب العلم يقال عنه طالب علم ومن أكثر المزاح والضحك يقال عنه يعني مستهزئ أو كذا وغير جاب فلابد طالب العلم يعني لا يكثر هذه الأمور التي لا تلق بطالب العلم وينظر في هذا الأمر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يستجاز المسح مقترنا للسمت والضرف لا منهن قد سلبا أفشي السلام ولا تبطر وبشن من تلقاه لا تمشي بالوجه الذي شعبا نعم أفشي السلام وهذا أمر يعني جاء بالكتاب والسنة و يعني أنا أرى أن بعض الطلاب هدان الله إياهم يعني أحيانا يدخل ويخرج دون أن يسلم و يسأل بعض الطلاب يقول أنه أجد نفور ويعني أحيانا يكون بيني وبين الطلاب يعني شيء من الشحناء والبغضاء وكذا ما السبب؟ السبب أننا لم نأتي بالأمور التي جاءت في الشريعة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام اتشاء السلام وكذلك يعني أن تلقى أخاك بوجه طلق ولا تكون عبوس الوجه غدر نعم قف للحقوق ولا تأنف وكن رجلا في الحق لا تغش بعد العذفة الريبا وهجر تنعم أهل الزيف تلك هلا تؤنث الطبع ترخي الحس والعصبا نعم طالب العلم يقف عند الحقوق ولا يعني إذا نبه على الحق حتى من كان من ليس من أهل الحق لابد أن يكون وقاف عند حدود الله قال أبو مسعود أبو مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلامني فسمعت صوتا من خلف يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا قال فالتفتت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو الواحد مننا يعني في هذا الموت يضرب الولد أو العبد أو كذا ثم يقول له إنسان لله أقدر عليك من قدرتك على هذا ماذا يقول في الغالب يقول فلان صناع وهذا صناع وهذا كذا لكن هذا يعني الوعظ من 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجهي وقافين أخواننا السلف يعني بعض الناس يعني يقول أنا على طريقة السلف هذا الكلام لابد أن يصدق العمل تقف عند الحقوق وإذا يعني نبه على الحق حتى من كان من ليس من أهل الحق لابد أن تقف عند الحق وتؤدي الحقوق تؤدي الذي لك والذي عليك وبهذا يعني تقوم الدولة الإسلامية وبعض الناس طالب البعض وهو لم يطبق الشريع على نفسه نعم و لك رشل كذلك اللباس اللباس تكون وصف لا إفراض ولا تفريد فلا يكون يعني مثلا على ما عليه أهل التصوف ولا يكون ما عليه أهل الإصراف باللباس يكون وصف لباس وصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نعم من اللباس تزين ولتكن وصف لا جالبا سخطا لا مظهرا كذبا مظهرا كذبا لأن من العلماء من يقول أن الزهد يكون فيما بينك وبين الله أما فيما بينك وبين الناس يراك الناس أنك إنسان مثل باقي الناس لكن فيما بينك وبين الله ترى الزهد حتى ابن الجوزي عف الله عنه يقول أنه انتهى الزهد بعد ثلاثة بعد الحسن وابن المبارك والإمام أحمد وحمه الله الجميل نعم هذا أمر مهم جدا فلا يمكن طالب العلم أنه يجلس يجلس مثلا في المقاهي أو في الأماكن التي فيها له ومنكرات وبدع كذلك على ما سيأتي معنا من أن البراء من الشرك وأهل تكون بالقلب واللسان والجوارع فلا يمكن أن طالب العلم ولا يلق هذا بالطالب أن يجلس في المقاهي وأماكن الله والأماكن التي يعني فيها منكرات وعلى ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الطالب لابد أن يجاهد أولا ويجاهد النفس ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأمر تجاهد نفسك أولا وجاهد النفس والشيطان وعصهنا فلابد تجاهد نفسك لا تجلس في هذه المجالس أبدا فبالك لمن يجلس في يعني على مائدة مثلا بدرع للخمر أو أماكن فيها محرمات بل فيها من البدع والشركية فلا يمكن طالب العلم أن يأتي هذه الأماكن ويجلس فيها نعم حتى الأماكن التي قد يشاء الظن بالطالب هذا لا يأتيها أصلا نعم صن ما كسبت عن الهيشات واجتهدا في حب نفسك عما يذهب الأدبا تأمل الأمر تدرك لا تكن عاجلا وللعبارة حر ذاك قد وجبا نعم تأمل الأمر لابد أن تتأمل تنظر فيما يعني تسمع وفيما تدرس فتتأمل هذه المسائل وتبدأ تتدبر ثم بعد هذا لأن أول شيء هو العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم بعد هذا تصبح على العلم أولا ثم على العمل ثانيا ثم على الدعوة ثالثا نعم فصل كيفية الطلب والتلقي كيف يطلب العلم كيف يتلقى العلم نعم يا من سلكت طريق العلم مجتهدا فلتسمع إن أردت البحث والطلب خذ بالأصول وأتقنها فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا نعم لابد أن يبدأ بالأصول أي أصول في كل علم لابد أن تجد أن العلماء تكلموا عن هذا العلم مثاله على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في التوحيد في التوحيد الآن طالب العلم ماذا يبدأ هل يبدأ بحفظ القرآن أو بحفظ السنة أو بحفظ بعض المتون هل يدرس التوحيد أو يدرس الأصول أصول الفق مثلا أو الفق أو النحو أو الفرائل بماذا يبدأ تجد طالب يحتار في هذا الباب أي علم يبدأ فلابد يرجع إلى العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمدطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نحن ذكرنا في أول من العلم عباد لابد من إخلاصه متابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تنظر بماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علم الصحابة وكيف عمل الصحابة بهذا وكيف علموا الناس فأراد أن يبدأ بالتوحيد جعوة الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام ولذلك نحن بدأنا هذا الدرس وأول درس نبدأ به هو التوحيد إن شاء الله تعالى ونختم به ختم الله لنا ولكم بالتوحيد آمين فيبدأ بالتوحيد الكتب في التوحيد كثير أي كتاب يبدأ لابد أن نخرجع للعلماء وليس كبر لأن بعض الطلاب هدان الله إياه يقول أنا ما أريد أن أدرس الأصول الثلاثة لا أريد أدرس الواسطية أو الطحاوية أو الحموية أو التدمرية يقول مثلي يعني لابد أن يكون على هذه الطريقة هذا سبحان الله تعالى يعني الأصل نرجع للعلماء بالله هؤلاء العلماء أول ما بدأوا في طلب في العلم بدأوا بالواسطية والحموية والتدمرية والطحاوية لا إذا لا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العلماء إلا بأن تسلك هذا الطريق والعلماء رحمه الله تعالى ذللوا لنا هذا الطريق أي طريق طلب العلم وسهلوا الأمور ولابد أن تبدأ بالأصول وإذا بدأت بالأصول يسهل عليك بعد هذا أي شيء على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا درسنا بإذن الله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر إذا درسنا الدروس المهمة تعرف بهذه الدروس بأنها يعني دروس يعني مختصرة كذلك العصول تعرف قيمة هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى وضع له قبول في الأرض وهؤلاء العلماء رحمهم الله يعني أرشدوا أن كل من أراد أن يبدأ في التوحيد أن يبدأ بالأصول الثلاثة لماذا؟ لما فيها من نفع وهذه أصول ثلاثة تعتمد عليها بإذن الله تعالى نعم وابدأ بمختصر واحفظ معتنيا بذبطه عند شيخ في العلا رغبا تبدأ بالمختصرات قبل المطولات أولا لا بد تبدأ بالمختصرات لكن من الذي يعني يختار لك هذا المختصر العالم تبدأ بالمختصر تحفظ وتدرس وهذه هي طريقة السلف أخواننا لأن بعض الناس يعني يرى طالب يحفظ القرآن يقول لا يا أخي ما كذا أسمع السلف سبحان الله هل السلف تركوا حفظ القرآن لا هل السلف كانوا يحفظ القرآن دون تدبر عمل لا كانوا كل يوم يحفظ عشر آيات ثم يتعلم معنا هذه عشر آيات واستعنوا بالله سبحانه وتعالى على العمل فتعلموا العلم والعمل هذا حال طالب العلم طالب العلم الذي على طريقة السلف لابد أن يجمع بين الحفظ والدراسة والعمل وذكرنا أن الشيخ بالعظيم رحمه الله تعالى قال ذهب كل شيء وبقي ما حفظه ذهب يقول الشيخ بالعظيم رحمه الله تعالى كل شيء وبقي ما حفظه احفظ فكل حافظ امام كل حافظ امام لكن إذا كان هذا الحفظ مع العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوالج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي حفظ دون تدبر وعمل إذن أخوانا الحفظ مهم جدا قبل أن تدرس هذه المختصرات قال لابد أن تحفظ وقبل أن تحفظ تعرض هذا المختصر على العالم لأنه قد تحفظ هذا النظر أو هذا النذر أو كذا وتلحن لا تعرض هذا أولا على العالم ثم بعد هذا تحفظ نعم لا تشتغل بتفاريط مطولة والله أخوانا يعني البعض يعني هو لا يحفظ ولا يريد أحد يحفظ أصلا فتأتي تريد تحفظ يقول لماذا تحفظ ما الفائدة من الحفظ شكين هل هؤلاء العلماء حفظوا أم لا إذا أردت أن تكون عالم مثلهم لابد أن تحفظ وهذا الذي لا يحفظ يريد الناس كلهم مثله ولكن الذي يحفظ ويضبط المتون ولا يمكن أن تأتي لعالم مثلا وتسرع المسألة قال والله يعني هذه المسألة لا أذكر والمسألة الثانية لا أذكر والثالث هذا معناه أنه ما يحفظ شيء كيف يكون عالم أصلا قالوا من حفظ المتون يعني حاسى البنون بهذا يعني يضبط العلماء المسائل تضبط بهذا بالحفظ عندهم أصول لو تنظر في بعض العلماء عندنا يعني لو ترجع إلى بيتهم تنظر في يعني محتويات مكتبة هذا العالم تجدها يعني دولاب واحد أحيانا والله لكن هذا الدولاب كل ما فيه داخل رأس هذا العالم يعني المكتبة ليست بكبيرة يعني الآن مثلا الشيخ بن عظيم رحمة الله البلوغ وتفسير القرآن وكتب التوحيد هذه أين ليست في الرفوع بل في الصدور صحيحة مختناة المكتبة حين تكون قليلة لكن ضابط هذه الأمور كلها عرض أن العلم لابد أن يسير فيه على طريقة السلام نضط إلى كتب شيخ الإسلام وكتبنا القيم ثم بعد هذا ضبط هذا الكتب لا يحتاج شيء بعد هذا لكن تجي الطالب العلم اليوم مشتت الذهم يقتني كتب كثيرة ولا يعرف منها شيء نعم لا تشتغل بتفاريق مطولة وأنت لم تتقن الفن الذي وجبا نعم هذا ذكرنا أن يشتغل بمطولات وكتب يعني لا تقرأ أحيانا من الطالب يعني المتقدم كيف إذا كان طالب مبتدئ فأول ما يبدأ في طالب العلم يأتي واختري فتح الباري مثلا ويبدأ يقرأ في الفتح سبحان الله أو يقرأ في الأم أو في كذا يعني في بعض الكتب أو يقرأ مثلا في درأة عرض العقل والنقل هذه لا يمكن تكون يعني حتى وإن كان في القراءة فلابد يرجع إلى العلماء حتى في قراءة الكتب نعم لا تنتقل دون ما يدعون مختصر من بعد آخر لن تكسب سوى نصبا نعم هذا أمر مهم جدا يا أخوان الطالب أحيانا يعني يتلاعب أولا لا يسأل العلماء يسأل الطلاب فأي متن يختار يختار متن ثم يبدأ فيه يدرس ثم ينتقل من هذا المتن إلى متن آخر دون الرجوع إلى العلماء ودون أن يضبط المتن الأول لذلك الشناقطة الآن يعني البعض يعني البعض يقول هؤلاء الشناقطة كيف يحفظوا كذا ويضبط المتون هو لا يهدل أن هؤلاء الشناقطة عندهم قاعدة وفي تراد في العلوم من من عجاء انتو أمان استبقى لن يخرج وفي تراد في العلوم يعني جمع الجمع بين أكثر من علم المن عجاء من العلماء انتو أمان استبقى الخروج من بطن الأم لن يخرج لابد يخرج الأول ثم يخرج الثاني فلا يمكن أن تحفظ يعني أكثر من متن في وقت واحد لا ترتب العلم عندك تسأل العلماء ماذا أحفظ قالوا تحفظ كذا وكذا وكذا طيب يحفظ القرآن هل يحفظ شيء مع القرآن لا لو قسم طالب العلم مثلا أيام طالب للعلم وقال أنا أريد أن أطلب العلم ست سنوات مثلا ستة أشهر أحفظ في القرآن والله يستطيع لكن تعرف ما معنا أنه يحفظ القرآن في ستة أشهر يعني القرآن شغله الشاغر حتى وهو نائم يراجع وتجد هذا أيام الاختبارات أيام الاختبارات أحيانا في الليل وانت نائم تحل الأسئلة وتأتي اللجنة وقد تفصل من الاختبار وانت نائم فتجد البعض والله هو نائم يراجع نعم طيب شغله الشاغر ستة أشهر يستطيع أن يحفظ القرآن والله يستطيع بل يستطيع الله بأقل من هذا إذا انتهى من حفظ القرآن انتقل إلى مثلا كتاب التوحيد مثلا أو إلى بلوغ المرام أربع النوية أو غير هذا ثم يعني مثلا لو قال أنا عندي ستة أشهر الأولى أحفظ فيها القرآن ثم ستة الأشهر الثانية أحفظ فيها متون التوحيد والعقيدة وثم سنة كاملة أحفظ البلوغ بالله هذا بعد ست سنوات إيش يقول يكون عالم لكن حال الطلاب اليوم تجد تمر عليه سليم ولا سنع الشيء لماذا ينتقل من متن إلى متن دون الرجوع للعلماء ودون أن يضبط المتن الأول وتختلط عليه الأمور فيها ما يضبطها يوم من الأيام مربنا رجل عامي وهذا الإشكال عندنا نسمع كلام العواني مربنا عامي ورأى الطلاب يعني يكتبوا في الدفاتر تقسيم التركات وكذا وربع وثلث وثمن وثلثان وكذا فمره وقال إيش هذا فقال له الطالب هذا علم الفرائب قال إيش علم الفرائب هو جهل جهل مركب لا يعلم أصلا ما معنى علم الفرائب فقال له علم الفرائب وأن يموت إنسان ثم نتولى قسمة تركة لهذه قال إيه ما شاء الله الناس يقتلوا في كذا وفي كذا وفي كذا وأنت تعلموا الناس الفرائب في المسجد النبوي فأنا أقول لهذا وغيره يعني هؤلاء اللي يقتلوا في كذا وكذا نحن ماذا نصنع نقسم تركات هؤلاء أنت اشتصنع تريد أن نكون خوارج ونخرج ونعصي يعني الإمام نعصي العلماء ونخرج مع هؤلاء بلا علم ولا غيره له الله ما يمكن ثم حالة طلاب اليوم على هذا طالب يبدأ بدراس التوحيد يأتي إنسان يقول ما لا تدرس قال الله يدرس التوحيد قال أي كتاب قال أصر الثلاثة قال سبحان الله كيف تبدأ بالتوحيد قبل حفظ القرآن لابد تحفظ القرآن أول يقول طيب يترك التوحيد ينتقل حفظ القرآن يحفظ أسبوع ثم يأتي آخر يقول ماذا تصنع قال يحفظ القرآن قال هذا طريقة خوارج هل كان هكذا يحفظ السلب قال لا قال يترك حفظ القرآن هذا أصنع لا أعرف السلب أصنع ولا أعرف أن السلب كان يحفظه يتعلم ويستعنوا بالله على العمل ثم ينتقل بعد هذا إله قال طيب ماذا أصنع لا أحفظ القرآن ماذا أصنع قال لابد تتعلم النحو والنحو أولى أولا أن يعلما إذي الكلام دونه ليفهم قال طيب نبدأ في النحو راح إلى النحو وبدأ يدرس قال لا يا أخي جاء إليه رابع قال ماذا قال يا أخي كيف تدرس النحو قبل الأصول ولابد أن تضبط الأصول أولا هذا يعني سبحان الله ينتقل من علم إلى علم دون الرجوع إلى العلماء أخواننا تضبط كتاب وتختبر فيه وتتقن ثم تنتقل علم الثان هكذا كان السلب بل كان الواحد يأتي إلى عالم من علماء السلب ويلازم هذا العالم وأخذ كل ما لديه ثم بعد هذا وجهز العالم فينتقل إلى آخر نحن نقول على طريقة السلب فقط كلمة قلب اللسان لابد أن يصدقها العمل نعم قيد فوائد أهل العلم مختنسا وبالضوابط فاجمع كل ما صعوبا تقدم معنى هذا تقدم معنى هذا أن الشيخ بن عثيم رحمه الله تعالى أرشد أن الطالب يكون لديه مذكرة يكتب فيها الفوائد لكن بعد الدرس لا أثناء الدرس نعم على طريقة أهل العلم فعل بها فهي الصراط لباغ العلم قد ضربا فقد تدرج أهل العلم في كتب فخذ بما درس أنعم بها كتبا نعم تتدرج حتى تصل إلى ما وصل إليه العلماء نعم ففي البداية في التوحيد يخذ مثلا هذا من أحسن ما يكون أرشد أولا لأن تسير على طريقة العلماء الربانين ثم أراد أن يبين لك ماذا يدرس الطالب أولا يدرس أولا التوحيد ماذا يدرس في التوحيد يبدأ أول ما يكون بالأصول الثلاثة وهذا إن شاء الله تعالى أول درس نبدأ فيه هو درس الأصول الثلاثة هذه مقدمة هذا الكلام الآن يعني الأصل أن يكون معروف عند الجميع قبل طلب العلم نعم ففي البداية في التوحيد خذ مثلا متن الأصول لشيخ أحرز الرتبا ثم القواعد ثم الكشف بعدهما خذ من نصيبك في التوحيد ما وجبا الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات لأن من العلماء من يحرم القراءة في كتاب كشف الشبهات يقول القراءة في كتاب كشف الشبهات قراءة محرمة قبل أن تدرس التوحيد بل صالح على الشيخ حفظه الله في أول درس في كشف الشبهات قال الذي لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الآن من الدرس يقول الذي لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الآن من الدرس وطرق بعض الطلاب لماذا لأن كشف الشبهات هذا الكتاب في شبهات وقد تقرأ شبهة وتعلق لديك ولا ستستطيع أن تدفع هذه الشبهة خلافا لو أن الطالب درس التوحيد بإذن الله تندفع الشبهات ولذلك سبحان الله بعض الطلاب طالب علم مبتدئ يذهب ويقرأ كتب المتصوفة كتب الروافر كتب السحرة وشعوذين وكذا ما يمكن بالله هل هذا كان يصنع شيخ الإسلام بن تيمين لا أنت أحسن من شيخ الإسلام لا الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى يقول يحرم على الطالب أن يقرأ في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة هذه الكتب المؤلفة من أهل السنة يقول الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى حرام يحرم على الطالب سبحان الله لماذا؟ لأنه قد تعلق لديك شبهة وتقع في النفاق وتتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا هذا أمر مهم إخوانا قراءة الكتب وسماع الأشرط رابد فيها طجوع للعلماء ولا يعني أنت الذي يعني تنصح وتقول هذا يقرأ لا الأمر هذا انتهى يعني العلماء ذلوا لك ما بقي معنا إلا نسلك ثم أمر مهم جدا يعني أنا الآن جئت إليكم أنا لست بعالي وهذا أمر معروف عند الجميع والذي لا أعرف يعرف الآن نحن جئنا فقط هنا من أجل أن نتذاكر ونذكر ما عليه السلم ونستعين بالله سبحانه وتعالى على أن نعمل ونسير على هذا الطريق بأنه ليس لي يعني أعلى منكم يعني بشيء أبدا بل أنا أدنى منكم مرتبة نريد أخوانا أن نتعاون أن نعرف هذه الأمور التي ذكرها العلماء ونسير عليها وبهذه الطريقة تسير طيلة الحياة إن شاء الله تعالى نعم وفي استفاة فخف عقيدة كتبت بعد هذا بعد أن يدرس الأصولة الثلاثة وثن بالقواعد ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات بعد هذا يأخذ بالعقيدة الواسطية العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى سميت بهذا الاسم لأن رجل من واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وأيضا شيخ الإسلام ذكر فيها وسطية أهل السنة أنهم وصف لا إفراط ولا تفرير نعم وفي السبات فخف عقيدة كتبت لأهل واصط فهي العذب منسكبا ثم استمر بكتب الشيخ في صعاب مستفطئا لا تكون في العلم مضطربا نعم كتب يعني كتب شيخ الإسلام وتتدرج فيها بعض الطلاب يقول كتب شيخ الإسلام صعبة وأنا لا أستطيع قراءة كتب شيخ الإسلام يقول طيب ارجع للعلماء رجع للعلماء وقال أنا ما أستطيع القراءة في كتب شيخ الإسلام صحيح ما يستطيع لماذا لأنه لم يتدرج هل درست الأصول الثلاثة لا قواعد لا كتاب التوحيد لا ابدأ بإذن الله تستطيع أن تقرأ قلب دات ودرست الأصول الثلاثة والقواعد وكتاب التوحيد وكشف شوات وما استطعت أن أفهم العقيدة الوسطية مثلا أو بعض كتب شيخ الإسلام نقول سهل جدا ترجع للعلماء قال العلماء إذا أردت أن تفهم كلام شيخ الإسلام لابد أن تأتي بترجمان كأن شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية وتريد واحد يترجم لك ما يقول شيخ الإسلام من الترجمان؟ ابن القيم تقرأ قبل القراءة في كتب شيخ الإسلام تكرى قتب ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب هذا ورجع قال والله ما استطعت عندي كلام ابن القيم تتطلس ولا أفهم من شيء نقول طيب ارجع للعلماء وقاله انزل اقرأ كتب الشيخ بن عظيمية رحمه الله تعالى بإذن الله يوصلك الشيخ بن عظيمية رحمه الله تعالى إلى ابن القيم وابن القيم يوصلك إلى الشيخ الإسلام هذا الأخ محمد مثلا لو قال أنا أريد أن أسلك هذا الطريق وما أقرأ إلا كتب شيخ الإسلام فقر بالله إيش يخرج شيخ الإسلام ثاني صح الله أخواننا كتب شيخ الإسلام أولا عندما تقرأ وتدرس فيها تقرأ أنت مطمئن لأنه كتب يعني تتبع العلماء ونظروا فيها وكذا أرخص الكتب في السعر أسلم للدين والعرق وللمان لو معه كتاب لشيخ الإسلام يمشي فيه في الطريق هل يستطيع أحد أن يتكلم فيه اللي يتكلم فيه معروف هذا أخواننا هذه كتب الأئمة لماذا نتركها ونرجع لكتب المخالفين والكتب صغار يعني العلماء يا أخي خذ من العالي وسر على هذه الطريقة والله تصف تدرج قال ولا يعني تستعجل الثمرة تقول إلى متى قال لي يوم من الأيام أحد الطلاب أدان الله قال إلى متى لا نقرأ في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة قلت إلى أن نلقى الله تلقى الله وأنت موحد تترضى عن الصحابة رضو الله عليهم أو تلقى الله وأنت منافق تطعن في الصحابة وتكون على طريقة الرافضة ما يمكن أن تتسير على هذه الطريقة تقول متى أقرأ كتب الرافضة لا أتقرأ كتب الرافضة حياته كامل كما كان على هذا الشيخ الإسلام مفهوم أخواننا هذا أمر مهم فيدخل محمد إلى المكتبة يجد كتب مؤلفات يقول له صاحب المكتبة هذا كتاب هذا نسخة منقحة مصحة ما ينظر إلا في كتب شيخ الإسلام منتين بالله إيش يخرج أخوان شيخ الإسلام ثاني الآن عصر الحاضر والله توفرت لنا أسباب لم تتوفر لأحمد رحمه الله صح صحيح أحمد كان يخرج في طلب الحديث أراد أن يسمع الحديث من الصنعان والصنعان أين في الصنعان في اليمن خرج ويخرج لديه مال أحمد إيش يعمل يعمل في صنع التكب هذا المطاط الذي يصنع السروال وكذا ما يربط له الإزام حتى إيش يأكل من كسبه ولا يعني يأخذ من أحد وإذا أراد السفر يأتي للقوافر يقول أعمل معكم حمال إمامه للسنة حمال يعمل مع القوافر لماذا؟ للدنيا؟ أراد ماذا؟ أراد العين خرج من من العراق لسماع الحديث من الصنعان والصنعان في اليمن ومر بمكة عندما كان أحمد يطوف بالبيس وإذا الصنعان يطوف فقال من مع أحمد لأحمد قال هذا الصنعان وكفان الله المشقة والسفر إلى اليمن خذ العلم من الصنعان قال لا عزمت ألا أسمع الحديث من الصنعان إلا في اليمن اليوم يخواننا نحن الشيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى وكذلك يعني الشيخ بن باد الشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغيرها في بيتك هنا معك في الجوال في السيارة عندك الآن لا تحتاج لا شفر ولا غيرك ماذا عليك؟ تطلب فقط هل تجد اليوم مثل أحمد؟ لا مع أن توفرت لنا أمور لم تتوفر لأحمد ما هو الفرق؟ الفرق شيء واحد الإخلاص أحمد يصلي بالناس وكان يسمع به إنسان قال هذا أحمد؟ قال نعم فصلى أحمد بالناس إمام وسهى في الصلاة فقال هذا للذي مع أحمد قال هذا أحمد؟ إمام هل السنة؟ يسهو في صلاته؟ فقال هذا لهذا رجل قال والله إن أحمد لم يذوق طعام منذ ثلاثة أيام الله أعلم نحن والله من فضل الله أنه ممكن ما تمر على الثلاث ساعات إلا أن تأكل وتشرب صح لا تظن أخوانا أن هؤلاء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالنوم الكسر لا وأبيت سهران وأبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي لا والله نعم والنحو من ملحة الإعراب تبدأه وقد يريد فتل الفهم منتذبا والقطر لابن هشام والشروح على ألفية سلكت سيبا بها ثربا قوم لسانك بالإعراب واجتهدا فالنحن يشبه في إعدائه الجربا نعم ثم ذكر أنه طالب علم يعني وهذا أمر مهم جدا أن يبدأ بالتوحيد ولا يبدأ بالنحو أولا والنحو أولى أولا أن يعلم لا والتوحيد أولى أولا أن يعلم جاء إلينا رجل من فرنسا ورد دخل في الإسلام نقول لابد تتعلم أول لغة لا شرد يأتي تلفظ بالشهادة نعلم وركان الإسلام صحيح نعم منها النحو لا هناك من من نسى الله السلام العافية ظل من علماء النحو لماذا ما السبب لأنه لم يبدأ بما أرشد إليه العلماء من دراسة التوحيد نعم طيب تبدأ في التوحيد إما على ما ذكر ملحة الإعراب أو تبدأ بالأجرمية ثم بعد هذا القطب ثم الألفية ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى نعم وفي الحديث بمثم الأربعين بئين حفظ طهافا ملأن بالعمدة وفي الحديث بمثم الأربعين فإن حفظتها فاملا بالعمدة استغبا أما البلوغ فأتخن حظه أبدا واملأ يا صاحبي من فقه القرابا يبدأ بالأربعين نوية ويثني بعمدة الأحكام وسلث بالبلوغ أحيانا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ينصح الطلاب بالأربعين ثم البلوغ مباشرة قيل للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك قال أنه قيل أيضا للشيخ بن باز رحمه الله الجميع قالوا له يقال من حفظ الزاد أفتع بين العباد أو أفتع بلا زاد أي الزاد زاد المستقبل قال لا من حفظ البلوغ أفتع بين العباد أو بلا زاد أنه قال حفظ ثم تنظر إلى فقه الأحاديد لأن ابن حجر رحمه الله تعالى عندما ألف البلوغ ذكر هذا في المقدمة أنه أراد من هذا التأليف أنه من حفظ هذا الكتاب يكون متميزا بين أقران ثم قلنا يعني عند العلماء متون هذه المتون معتمدة لا تغير حديث البلوغ في التوحيد أصور الثلاثة والقواعد كتاب التوحيد والواسطين ما تتغير أبدا قلنا يعني يكون عند العالم دولاب واحد لكن كل ما في هذا الدولاب في صدر علمك الذي ترا في الظلم علمك الذي ترا في الظلم يعني علمك الذي يدخل معك الحمام الآن الكتب تدخل معك الحمام ها تستطيع تشغل الجهاز وتسمع في الحمام لا علمك الذي ترا في الظلم من الذي ترا في الظلم هذا علم غير هذا علم غيرك هذا هو العلم قال ما يصنع بهذا إن جنتي في صدر إذا كان في السوق في العلم في السوق في المسجد العلم في المسجد هذا هو العلم لذلك قلنا لابد أن يحفظ نعم أما البلوغ فأتقن حفظه أبدا واملأ يا صاحبي من فقهه القربى والمنتقى ثم في الست التي اشتهرت وهكذا سر لليل المبتغى خببى نعم ثم بعد هذا يقول المنتقى ثم بعد هذا يأخذ بالكتب الشتة لكن لو اقتصر البلوغ على ما ذكر الشيخ بن عثمير رحمة الله تعالى هذا من أحسن ما يكون نعم وفي اصطلاحاته خذ نخبة حسنة من بعدها خذ من الألفية الإرابا نعم هذا بالنسبة لمصطلح الحديث النخبة ثم بعد هذا ألفية العراق نعم والفقه والفقه فلتدرس الآداب مرتدئا والزاد إن من استقصاه قد قربا وعمدة الفقه ثم المغنع اكتملت ثلاثة من حواها أدرك اللقبا والتعقبا ذاك بالمغن فإن به فقه الخلاف فتجن منهما غلبا نعم تبدأ بعمدة الفقه ثم تتدرج حتى تصل إلى المغن ويقال أنه نقدام رحمه الله تعالى ألف العمدة لمفتدين ثم يعني المتوسط وما فوق المتوسط ثم بعد هذا المنتهي ينتقل إلى المغن لأنه أغنى يقال بالمغن هذا بالنسبة لمن يعني كانوا على مذهب الحنابل لكن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البيان الآن يعني في هذه البلاد الاشتغال بأي مذهب مذهب المالكين سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الطالب الأصل أنه يأخذ مما كان عليه السلف كتاب والسنة على فهم سلف الأمة فإذا وجد من يعطي العلم على هذا الحمد لله وإن لم يجد يرجع إلى الكتب المؤلفة في مثلا عندكم الآن المؤلفة في مذهب المالكي أسأل علماء وارشدوا إلى حفظ كتاب من الكتب التي قلفت عند المالكي مثلا يحفظ مثلا متن بن عاشر لكن لابد أن يتنبه الطالب إلى أمر مهم جدا وهو ترك التعصب والتقليد ثم هؤلاء من أين أخذوا أصره؟ من الكتاب والسنة لو تنظر الآن في حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام أول ما بدأ بدأ بماذا؟ بأي مذهب؟ مذهب الحنادي هو درس على مذهبه كذلك الشيخ بن عثيمية رحمه الله تعالى لكن هل تعصب مقلد؟ لا بل يقال في ترجمة شيخ الإسلام الحمد لي أولا ثم المشتهد آخر نعم وهذا السلف وطلب العلم ولا إشكال لكن يأتي إنسان مثلا يعني في بلده الناس اشتغلوا في مذهب الملكي هل يدرس؟ مذهب الإمام أحمد؟ لا خطر مفهوم؟ نعم هل يدرس أكثر مذهب في وقت واحد؟ لا يصلح وكيد رادف العلوم المنعجاء انت وأمان استبق ليأخذ وفي الأصول فخدمتنا الجوين يما قد خطه من ورقات وفي الأصول فخدمتنا الجوين يما قد خط من ورقات متنها عذبا من بعدها روضة للناظر اتملت فاجن العناقيد منها وقت في العنبا نعم في أصول الفقه يأتي بإما بالنظم نظم الورقات أو نثر الورقات ثم بعد هذا ينتقل إلى روضة الناظر نعم طيب هذا في أصول الفقه نعم وفي المواريث خذ ما خطه الرحب والقى الفرائض بالصدر الذي رحبا كرر مسائلها واحفظ أدلتها والتعرف الجمع والأجزاء والنسبا نعم هذا بالنسبة لعم الفرائض يحفظ الرحبية ويعرف المسائل وكذلك يعني يكثر من حل التمارين ويعرف الحساب والجمع والضرب والأجزاء ويعني أصول المسائل والفروض المقدرة في كتاب الله وغير هذا نعم واحفظ من الشعر ما يعطيك مغدرة تحسن بها النطق والتأليف والخطبا أكثر مراجعة القاموس والسبتة فإنه الرقم يقبل فصل إن طلبا وهكذا تصبح الأوقات عامرة بالعلم تصفر في إدراكه الكتبا والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يفري بحكبه الشيء الذي صعوبا نعم يقول بهذا تكون الأوقات عامرة بالعلم وانتقل من العلم إلى العلم لكن لابد أن يأتي إلى عالم ويأخذ منه فإن وجد عالم لابد أن نلزم هذا العالم وإن لم يجد قلنا سهل جدا وما لا يدرف كله لا يترف جل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يلتزم أن يدرس عند الشيخ بن عذيمة رحمه الله تعالى كل يوم يستمع إلى شريط ولا يترك هذا أبدا يحدد وقت للدرس مع الشيخ وبهذا يعني يستطيع أن يسلف إن شاء الله تعالى والله أخوانا جاءني طالب يوم من ليبيا هذا الطالب يعني جاء إليه وقال وريد أدرس كتاب التوحيد قلت أحفظ وتعال تدرس لأن عندنا لا يمكن الطالب أن يدرس إلا بالحب قال أحفظ مالا قلت أحفظ كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد قال أنا أحفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأحفظ القول المفيد على كتاب التوحيد شرح الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى يحفظ الكامل قلت لماذا تحفظ القول المفيد قال أنا في ليبيا مضيق علينا وكذا يعني في ذاك الزمن ونظرت أنه لا أوجد علماء ولا أستطيع البقاء في المسجد ولا طالب العلم على ما يطلب الناس في المدينة مثلا فقلت لا أكلف الله نفسا إلا أسعى قال الله سبحانه وتعالى لا أكلف الله نفسا وأنا الآن أستطيع أحفظ وأدرس على ما أستطيع فحفظت الآن وأنا جاهز للدراسة بعض الناس يظن أن المدينة أو موريتانيا جهاز تدخل من جانب تدخل من جانب آخر عالم لا والله يا أخوان اللي ما يطلب العلم هنا في الجزائر والله لو يروح إلى اليمن أو إلى موريتانيا أو إلى المدينة ما يمكن طالب العلم هنا إذا بدأ هنا بإذن الله يستطيع أن يمشي ويطلب الأرض لا تقدس أحد إنما يقدس المرء عمله فهذا في ليبيا كان طالب علم تظن أنه عندما يأتي المدينة يكون طالب علم أو لا أما هذا الذي هنا الآن يعني يتأفف يقول لا والله جو الجزائر يعني هذا جو يعني ليس في جو طلب علم وأنا ما أستطيع والفتان وكذا وكذا طيب يذهب إلى المدينة يجد ما شاء الله الراحة والعلماء والكتب يقول لا الله لا لا ما يصلح هذا المكان لأنه لابد في طلب العلم من زهد وتضيق يعني هذه ما شاء الله راحة وكذا أنا أريد أذهب إلى منطقة كذا يذهب إلى منطقة كذا ها أطلب قال الله تعبنا حر وكذا أخوانا السلف هل تكلموا بهذا الكلام وهذا فيه أننا نسمع إلى من بالله في الجزائر خرج أئمة علماء في وقت فتن ومحن صح وغيروا بفضل الله إذن الأرض لا تقتل ساحد فهذا الذي يعتذر يقول أنا والله ما استطيع طلب العلم لا في أم البواق ولا في أم كذا ولا بد نذهب إلى كذا وكذا هذا ليس بطالب علم أصلا صح طيب أنا الآن عندكم أقول أنا ما استطيع علم أحد إلا في المدينة أصلا هل صنع هذا الصحابة رضا الله عليهم لا طيب من العادة في الدرس أننا بعد يعني كل ما نختم شيء أننا نتذاكر فنريد أن تذكروا لي ما أخذنا من يبدأ ها يا أخوان سبحان الله حال السلف كان يتذاكر العلم أم لا يقول أنه التلقي عن طريق السماع فقط إذا تلقيت العلم عن طريق السماع فقط تستطيع أن تستذكر من هذا المسموع تقريبا خمسطعش إلى عشرين في المئة وإذا كان عن طريق السماع والنظر تستطيع يعني تقريبا إلى أربعين في المئة لكن إذا كان الدرس عن طريق المذاكرة والسؤال الجاب بل هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تستذكر من الدرس يعني بعد شهر إلى ستين في المئة ولو تتذكر درس ستين في المئة ما شاء الله ماذا أخذنا لا لا ترى خاصة الذي أسأل عنه الشيخ بن عزمين رحمة الله تعالى تعب من نوم الطلاب في الدرس تجد في الأعمال الدنيوية ما أحد هنا لكن هنا الشيطان وكذا فماذا يعني اقترع على الشيخ أن يأتي به هذا مسدس الماء فكان الشيخ يجلس على الكرسي وعن يمين مسدس من الماء ينام ينام يتبني وعن يتالي فالذي ينام نحن الذي ينام الآن نسأل طيب أخي ماذا أخذ ها أخوان تقوم أو تتكلم بسم الله أو قبل الله يفتح عليه كم باختصاب نعم الأول في نفسه ومع زميله ومع الكتاب ومع شيخه ومع علمه ومع المكان الله يفتح عليه ولذلك نريد المحافظة على هذا المكان يخوان حتى تستمر الدورات إن شاء الله نعم عند العمود يا شيخ اي أوقف لا لا خلفك خلفك عند العمود نعم تفضل لابد من الإخلاص لماذا لأن العلم عبادة والعبادة لا يمكن أن تكون مقبولة عند الله إلا بتوفر شرط الإخلاص ولهذا ندرس التوحيد وشرط المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الله يكتع عليك اجلس ما أخواننا غيره نعم لابد من التدرج من يوضح لك هذا التدرج العلماء نعم وترجع للعلماء غير أخواننا ما أخواننا ما أخواننا شيء نعم يأخواننا يبدأ أولا بالتوحيد والتوحيد يعني هو الذي نعم طيب ويبدأ في التوحيد بالعصول الثلاثة ثم القواعد الأربع بالله ما حتكلم ثم كتاب التوحيد اخواننا بالله يتركوك أصول الثلاثة والقواعد وكتاب التوحيد وقلنا بعد هذا كشف الشباة ثم العقيدة الواسطية الله يفتح عليك اجلس نعم الله يفتح عليك لا تنظر يا أخو لا أكثر من المزاح حتى لا يجعل هذا ينسب إليه نعم يقال الضحاك نعم ينسب إلي العلم أنا سمت العلماء طيب لباش وسط لا مظهرا كذبا كالمتصوفة ولا يعني متشبه بمن تكبروا أو كثير الأخذ بالدنيا والاشتغال بالدنيا عن الآخر واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وغيره أجلس فتح الله عليك ها أخواننا في الخلف نعم الشيخ نعم أخو ما أسمع لابد من حفظ المتور وبقي ما حفظنا نعم طيب غير هذا نعم أخوان أرفع صوتكم الشافي رحمه الله هل معنى هذا أن نترك صلاة النافلة لا لا يعني هذا وننظر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأن طلب العلم متعدد وصلاة النافلة قاسر الله تعالى نعم غيره نعم الشيخ التواضع وترك العجر والغروب والترفع والكبرياء نعم طيب نعم يأتب ترجمان وهو ابن القيم ينزل لابن عثيمي رحمه الله ودون ابن عثيمي ما في أحده انتبي ايه سهل جدا والله يا أخوان يعني الآن انت لو تنظر في كتب الشيخ بن عثيمي رحمه الله وكتب الشيخ بن باز وكتب الشيخ الألباني والفوزان وغيره رحمه الله الجميع تجد دائما يقول قال الشيخ قال ابن القيم قال أحمد قال مالك ما وجد في العلماء إلا هؤلاء وجد لكن عرفوا ان هذا الطريق هو الموسف بإذن الله صح نعم طيب نعم اوقف يعني ليس لنا نتجع طريقة جديدة في طلب العلم أراد إنسان أن يكون طبيب هذا الأخ يريد أن يكون طبيب فراح إلى ذهب إلى العطار بسم العطار صح صاحب العقاقير هذا يبيع العشاب وكذا وأخذ بعض العشاب وكذا وركبها وأصبح يعطي الناس يصح لا يصح أكثر ما يفسد العالم أربع أكثر ما يفسد العالم أربع نصف متكلم هذا أخطر واحد يفسد العقائد لأنه يتكلم في الذات الإلهية نصف متكلم لأنه لو أصبح إمام في علم الكلام لابد أن يشهد أنه هذا العلم علم ضلال ولا صنح لكن هذا نصف متكلم الثاني نصف متفقه هذا يفسد البلدان كما هو حال الخوارج أدان الله إياه يقولوا بالخروج على السلطان وكذا وعدم الطاعق ويخلط بين الأدلة على العوام هذا يفسد ماذا البلدان الثالث نصف نحو هذا يفسد النساء الرابع نصف متطبب يفسد الأبدان أخطر واحد من نحو نعم نصف متكلم لتكلم لذات الإلهية الثاني في الخطب لماذا نفسد البلدان مظاهرات وكذا وهذه الأمور نعم نعم إخواننا في مسائل والله لو سئل عنها أمير المؤمن العمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحاب صح وتجد بعض الناس يفتبها صح وهذا يأتينا إن شاء الله طيب قال فصل في أدب الطالب مع شيخه الخلاصة في هذا الباب أن الناس انقسموا تجاه العلماء إلى طرفين وسط طرفين وسط كم نعم وأنت من من دائما إن شاء الله قسم يغل في علماء حتى يجعل لهم شيء من خصائص هبوبية كالمتصوف هدان الله وقسم يغل في العلماء قد حد يسب يجتم يقول هؤلاء وكذا وقسم يثوس لا إفراض ولا تفريق كيف نعرف الوسط نعرف الوسط ننظر لما كان عليه السلف كيف كان السلف يصنع مع العلماء هل كانوا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح به نعم لا يقبل الرأس والأيدي والأرجل أجيبون يا أخوان لا يقومون له لا لكن كان إذا سئل أحد الصحاب وقيل له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إنه ما استطاع أن يرفع نظره في النبي صلى الله عليه وسلم وصل حال الصحابة حال التابعين مع العلماء ماذا وصل إذا لابد أن ننظر المكان عليه السلف لا إفراض لا تفريق وصل البعض الآن يقول بركاته تسيدنا الشيخ يصح يصح يا مولانا سؤل المفتي عندنا عن قول يا مولانا قال الله مولانا والله أخوان وهذا مهم عندكم الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان نهاية الدرس وهذا متفق عليه مع الإدارة هنا أنه لا سلام يعني لأنه أحيانا بعض الطلاب يتكلف وكذا وهذا يعني ضيع وقات عليهم فالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول نهاية الدرس يقال لكم بإذن الله قوموا مخفورا لكم ولا داعي يعني كل طالب يأتي ويريد يقبل الشيخ وكذا المحبة الحقيقية للشيخ تأخذ العلم وتعمل وتدعو هذا المحبة الحقيقية أما بعض الناس ينام في الدرس ويلعب ومتكئ وكذا وإذا انتهى الدرس قال أين الشيخ بسم الله ماذا حصل يقول أحب الشيخ كذاب والله المحبة الحقيقية أن الشيخ جاء لمال جاء يريد منك التقبيل والتمسح أنا ما يصنع علماء مخالفين الله للسلام صحيح يقول يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشيخ بن عثيمين يعني بنية صغيرة فيقول أمشي أحيانا في الطريق ويأتي طالب من خلفه يقول يمسك رأس هكذا ويقبل ويقول والله يا كاذ رأس يقع هل محبة للصالحين ثم أخواننا والله ذل وفتنة في اتباع للصالحين يعني في المشي ثم لو تنظر في حال أهل البدع الآن في الغالب أن هؤلاء أهل البدع هل يسأل العلماء في وقت السؤال لا يسأل العالم هو ماشي وهو يأكل وهو يشرف أحيانا عبر الهاتف وكذا أما في الدرس ما يسأل العالم صح لأن العالم وقت الدرس الآن استحضر المسائل وكذا أنت الآن وأنت تسوق السيارة حين ما تستحضل حتى الكلام بالهاتف صح كيف تريد من العالم أن يأتي بفتوة على هذه الطريقة لا يمكن ثم يعني متفق عليه أنني لست بعالي فما يوجد سؤال أنا جئت هنا أسأل فقط ولا أسأل مفروم طيب إذن وصد ابن بطة رحمه الله تعالى أعلم من علماء الحنابلة خرج يوم إلى السوق وأقبل على طالب من طلابه هذا الطالب في ذكانه بالله لو يأتيك واحد من كثير العلماء اليوم إلى بيته ماذا تسأل ممكن تقيم الدنيا ولا تقعد صح فابن بطة جاء إلى هذا الطالب والطالب في دكانه وابن بطة رحمه الله كان يرى تحريم القيام للداخل فالطالب عندما رأى الشيخ الشيخ يأتي إليه ولا يقوم فقام الطالب ورحب الشيخ ورأى الغضب فوجه ابن بطة لأنه ابن بطة يرى تحريم القيام للداخل وهذا طالب من طلب الشيخ يعرف ماذا بالشيخ في هذا فقال الطالب عندما رأى الغضب فوجه ابن بطة قال لا تلومني على القيام في حقي حين تبدو ألا أمل للقيام أنت من أكرم برية عندي ومن الحق أن أظهر الإعظام قال والله واجب أن أقوم تقضب ولا تقضب فقال له ابن بطة رحمه الله أنت إن كنت ترعى لحقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أولا فسأزيك بالقيام القيامة ابن سعد رحمه الله تعالى يقول أن الحقوق متبادلة كما في الولد والوالد قد يكون الأب والعقل صح يختار للولد أم ليست بصالح يسمي الولد باسم قبيح هذا من العقلان الولد في الحقوق حق على الوالد وحق على الولد صح وحق على الطال وحق على المعلم صحيح نعم أنت تريد أن المعلم يتأخر عن الدرس تريد أن تأخر وأنت تأخر هل تريد أن المعلم يعني يضيع شيء من الوقت في الدرس لا قال فسأزيك بالقيام لا تكلف أخاك أقول هذا رجل مثل مثلا لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام كل نوافق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلامة وإذا صحة الضمائر منا فعلى ما نتعبر أشام صحة الضمائر المحبة الحقيقية تأخذ العلم قلنا بحق ثم تعمل به ثم تدعو إليه تدعو لهذا العالم في ظهر الغيب تدب عن عرضي شحهم لا هذا المحبة الحقيقية إذن لا بد أن نكون وصل في هذا الباب لا إفراط ولا تفريط تأثي معنا إن شاء الله تعالى بعض المسائل الشيخ بن عذيمير رحمه الله تعالى في شرح لهذا الباب قال كلام إذا كان هذا يقوله الشيخ بن عذيمير نحن والله أعلم باب أولا رحمه الله كان يقول بهذا الباب قال لا تظنوا أن أنا أتكلم بهذا الكلام حتى تصنع هذا معي يقول لا أنا أريد أن تصنع هذا مع العلماء مفهوم هذا يقوله من الشيخ بن عذيمير رحمه الله تعالى فهذا إذا أقوله بن عذيمير نحن ولا يعني وصلنا شيء للشيء صحيح بالله وقلنا كلنا في مستوى 1 لا والله أعلم قد أكون أنا أقل منكم مستوى نعم قال فصلنا في أدب الطالب مع شيخه ولترعى شيخك بالتقدير والتمع إليه والتجمع التحصيل والأدب نعم تستمع إلى الدرس ولا تلتفت وتنام الشيخ بن عذيمير رحمه الله تعالى يقول في درس بن سعدي أيام كان الشيخ الطالب يقول مرة الطيور المهاجرة طيور سرب جميلة جدا في المنظر فرفع الشيخ بصره إلى هذه الطيور ينظر في الطير لكن أين في درس ابن سعدي فقال ابن سعدي للشيخ بن عذيمير قال يا محمد سيد العلم أفضل من سيد الطير يقول أذكرت هذه الكلمة في من الشيخ بن عذيمير رحمه الله تعالى كيف في الدرس ينظر في الطيور فما بالك اليوم الطلاب اللي يتسوك في الدرس واليلعب في الجوال واللي يصنع واللي يصنع بالله هل تحب من المعلم يعني يخرج للدرس ومعه هنا سندوش وعصير أو شاهي صح أو يلعب في الجوال وهو يدرس ترضى هذا من المعلم كيف وأن الطالب تصنع والله رأيت يوم من الأيام طالب في درس عالم من العلماء أخرج من جيبه مشت وأخذ ومشت أنا قلت له تريد مرآة أحوذ بالله والله أخواننا اسمع الشرق كما تكونون يولى عليهم فلا هي الأمور بالطالب ينبد رجلين أمام المعلم يمكن يمكن ما يمكن والله أنا أعرف أنه بعض الناس يقف أمام بعض السفارات سفارات دول الكفر أحيانا ثلاثة أيام صح في الدرس هنا ما يستطيع الله يؤلم طيب عندما تشترى الخبز وكذا وتقف أحيانا في بعض الأماكن أما في طلب العلم ما تستطيع إذا جاءت تعب في العلم ترى هذا يظل أنه عندك شيء لابد أن تفتش عنه فلما جاوز قال له وآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب متى بعد أن جاوز المكان قبل هذا ما تعلم أنت الآن في العلم إذا كنت في العلم أعانك الله ما تجد تعب بإذن الله وإذا وجد تعب ترى فيه شيء لابد أن تفتش عنه مفهوم نعم طيب قال والترعى شيخك بالتقدير واسمعا إليه والتجمع التحصيل والأذبا لا لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا نعم فلما حضروه قالوا أنصتوا وانت تسمع أنه بعض الطلاب أحيانا في وصل الدرس قال عندي سؤال سبحان الله انتظر يا أخي إلينا هذا الدرس تجد أن هذا السؤال قد ذكر المدرس قال الجن فلما حضروه قال أنصتوا قال هل أتبعك على تعلم ما علمت رشدة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا لماذا يقول له هذا الكلام يقول أنا أعرف أجاب طالب العلم أنا أنا ما أقاطع وأصبر وأنصت إليك ولا يمكن أن أقاطعك في المسألة وأسألك عنه هذا الطالب ولا أعصي لك أمر أي أمر ما أعصي لك هذا حال طالب العلم لكن هذا الحال مع علماء أهل السنة لا علماء من خالف إلا أهل السنة نعم لا لا تقل يا فلانا فهي منقصة بل قل أيا شيخنا إن كنت منتدبا نعم ما تنادي تقول يا فلان تنادي الشيخ بهذا سبحان الله حتى قال ما تقول له يا شيخ ما يصنح هذا ليس من آداب طلب ما تقول له يا شيخ إش قال يا شيخنا أنت ما تقول يا شيخنا تعترف له بماذا بالفضل أما تقول يا شيخ لا ما يصنح هذا تقول يا شيخنا تعترف له بالفضل بالله لو جاء هذا الشيخ محمد إلى عالم من العلماء قال يا شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمك عند سؤال بالله يرده لا لكن يقول له أنه يأتي أحيانا قال يا شيخ عندي سؤال هذا يجيب ما يرده الصحابة رضو الله عليه لم يتعلموا في المدارس هذا العلم المنطق والكلام المسيء في صلاته أساء في صلاته عندما أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمي وشوف قدم وجاء بمقدمة تتعب حياتك كاملة لا قد لا تجد يعني مثل هذا الأدب الذي كان عند الصحابة رضو الله عليه قال والذي بعثك بالحق قال أنا مقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع حتى جاء مقدم قلبي أبي أنت وأمي يا رسول الله هؤلاء الصحابة رضو الله عليه عرفوا كيف يعني يتكلموا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجد يعني حالة طلاب اليوم يعني سبحان الله يعني ما في أدب حتى في الكلام يقول يا شيء حتى ما أحيانا يعني يذكر الصحابة ولا ترضى عنه ما يمكن إخواننا والله يوم كان يقرأ عليه طالب البلوق وجاء في المسجد النبو جاء رجل من الظافر وأخذ استمع وهذا الطالب يقرأ كل ما يقرأ ويذكر الصحابة ويقول رضي الله عنه وقدر الله أن يذكر حديث معاوية هذا الطالب فقال عن معاوية رضي الله عنه قام هذا هذا معتقد أهل السنة أخواننا ترضي عن الصحابة ولا يمكن أن تقول قال عمر وتسكت قال عمر رضي الله عنه فما لك إذا قال قال النبي لا بد أن يقول عليه الصلاة والسلام مفهوم أدب أدب حتى في المنطق نعم قال وإن بدى لك شيء فانصحن له لا تظهر الحقد عند النصح والغضب تعمدني بنصحك وانفرادي وجلدنا نصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعتطا نعم وإن أردت انتقالا عن مجالسه فكن هديثا لإذن الشيخ مصطحبا نعم هذا أمر مهم إذا أردت أن تنتقل من درس الشيخ ولا تريد أن تكمل الدرس لابد من استئذار فبدأ بدرس الأصولة الثلاثة في الدرس الثالث وقبل أن تنتهي الأصولة الثلاثة أراد الانتقال من درس الأصولة الثلاثة إلى عالم آخر لا يمكن أن ينتقل حتى يستأذن من الشيخ الآن الأب الحقيقي لك من هو العالم الآن هل تستطيع الخروج من البيت دون إذن الأب تذلك المعلم بل سوء أجب هذا أنه ينتقل من درس الشيخ إلى درس آخر دون الاستئذار لا بد أن نستأذن منه وهذا العالم ناصح أو لا لم تختر هذا العالم إلا هو ناصح وناصح لك على ما سيذكر نعم فإنه ناصح يعطيك خبرته من مصح لتقطف الرمان والعنب ولتستذب منه ولتطلب فوائده فالشيخ يخرج ذر العلم إن طلبا ولتكتب الدرس ولتعلمه في أدب تكتب الدرس لكن بشرطين على ما سيذكر قلنا الأول شرط أن تكتب هذا من سماعي لدرس الشيخ والأدب تستأذن المعلم وقلنا ما أذننا لأحد بالكتاب نعم بعد الدرس تجتمع وتكتب الفوائد فالطريقة أن أريد يعني من الطلاب الذين يعني درسوا معنا في المدينة وكذلك يعني الأئمة أن يتعاونوا معنا في أن يكونوا عرفاء وتتقسم يعني نقسم الطلاب إلى مجموعات حتى يعني يكون بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى مذاكرة لما أخذها وتكتب الفوائد وكذا يعني دون وصل لا إطالة ولا يعني يكون وقت قصير طيب كذلك يكون الانصراف يقول الإدارة يكون من الباب الخلفي من أجل الغداء نعم والتكتب الدرس والتعلمه في أدب فربما احتجت يوما للذي كتبا واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا نعم احذر من التلقي عن أهل البدع ولا تجالسهم أصمع بل أنه كان بعض السلف إذا مر بأهل البدع يضع أسبعي في أذني فقال له يوم من الأيام رجل من هؤلاء من أهل البدع قال له هذا قال أريد أن تسمع مني كلمة قال والله ولا نسمع ما يريد أن يسمع منه ما بقي في أهل السنة أحد يعلم هذا العلم لا ما يوم قلنا موجود الحمد لله وهل السنة فيهم خير ونفعل الله الحمد نعم حتى أنه بعض يقول أنه يعني أنا أحفظ عند هذا القرآن هو لا يتكلم بكلمة أصلا نقول لا هذا أول الأمر وهلا يدس السن في العسل نعم لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغرباء نعم فإذا أردت أن تكون من أهل السنة ومن الذين يعني قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبة للغرباء لابد أن تكون من أهل السنة ولا يمكن أن تأتي أهل البدع أصلا نعم فصل في أدب الزمالة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدب الزمالة مع زميل ماذا يصنع نعم احذر معاشرة نفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا وفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا المرء على دين الخليل والصاحب ساحب إما للخير أو إلى غريل فالذي يعينك على العلم والعبادة وطاعة الله هذا تلازم والله هناك من الطلاب من استفادوا من من زملاء أكثر من الاستفادة من العلماء واسأل هذا يعينه بل كان طالب عند الشيخ بن عظيم رحمه الله تعالى كان يراجع مع الطلاب ويأتي إلى البيت ويصنع لهم جدول في السكن وكذا يقول والله أن هذا الطالب يشدد علينا أكثر مما يشدد الشيخ بن عظيم رحمه الله بل قال لي والله طالب يقول والله استفد من هذا أكثر مما استفد من الشيخ لا يعني أنه ما استفد من الشيخ لكن يقول يعني هذا أفادني في الحياة العملية أما العلم طبعا من الشيخ لكن هذا جعله ماذا يعمل بهذا العلم ويحافظ على الوقت فلابد أخوانا نتعاوض هذا المدة الآن هي أربع أيام فتجد وتشتهد في هذه الأيام الأربع وتتعاوض لا نريد يعني يأتينا أحد ممن هو بجوار المسجد واشتكي يقول والله السيارة وضعت في مكان مخالف أو الطلاب يعني صنعوا كذا من رمي الأوساخ وكذا أو يأتي مثلا أحد من أهل المسجد يقول والله المسجد يعني لا نقيم في دورة بعد اليوم قد نكون نحن سبب في منع هذا الخير وقد نكون سبب بإذن الله في استمرار هذا الخير وقد يكون الإنسان يفتاح للخير وقد يكون غير هذا فأخوانا يعني أوصيكم نفسي بالتعاون والعمل بما عليه السلف الصالح السلف الصالح زمن النبي صالح هل يوجد شركة نظافة يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شركات للنظافة ما يوجد صحيح كل واحد يعرف الذي له والذي عليه الله أعلم نستفي بهذا المقدار طيب وذا الفضيلة صاحب بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا والناس مثل القطاء كل فمكتسب لاقى مثيلا له فارتاح واكتسبا لاقى مثيلا له أنت لا بد أن تصاحب من هو أعلى منك ويأمرك بالمعروف يعني هكي على المنكر ويكون ناصح لك وبعض الناس يعني تقول له أريد أحضر الدرس أريد أحضر الدورة يقول لا ما لا فيها الدورة ليس فيها إلا كذا ولا كذا ما في شيء والبعض يقول لا اذهب وأنا أذهب معك وأصنع لك كذا وأصنع لك كذا بس الله سبحانه وتعالى أن نوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم ماذا أخذ لكم ها أخوانا لما شارك من قبل نعم نعم اسبر اسبر في واحد خلفك وبعدين أنت نعم أنت في خلفك واحد منكم أدب طالب العلم على شيخ نعم نعم الاستماع وكذلك أدب التكلم مع العالم طيب نعم يا أخي ايه والله ما أسمع نعم صحيح استأذن من العالم قبل الانتقال من أدرس إلى أدرس آخر كما يستأذن من والدي الله يفتح عليه لماذا لماذا أصلا حتى لو قرأ قلنا أن هؤلاء يعني لا يجالسون أصلا ولا أتى عليهم ونكثف السواد أهل السنة ولم كن نكثف السواد أهل البداء اجلس فتح الله عنك صحيح صحيح ايه طيب الله يفتح عليه نعم 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 أن هقلنا وسط لأن الناس قسموا تجاه العلماء إلى طرفين وسط أصلا الله سبحانه وتعالى ينفق الجميع لما يحب ويرضى وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم شكرا